قبل ما أخش هوا شفت كده على بعض المواقع تصريح جديد للمحامل مصري خالد أبو بكر خالد أبو بكر ده المستشار القانوني لهيئة قناة السويس المصرية خالد أبو بكر أيضا يعتبر أو هو عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للإنتاج الفني والإعلان قال إيه خالد أبو بكر واللي من وجهة نظري بيعتبر أفضل مقاله أبو بكر على مدار العشر سنين اللي فاتت قالك إن هناك أزمة ثقة ما بين الحكومة والمواطن والمواطن والحكومة وأنا بقوله إنك لخصت حال البلد خلال العقد اللي فات في جملتين أزمة ثقة لكن عايز أعدل شوية في التصريح هو أزمة الثقة مش ما بين المواطن والحكومة دي أزمة الثقة من المواطن في الحكومة حتى إن السيدة خالد قالك محتاجين دراسة لهذه الأزمة لأن المواطن لم يعد يثق في سياسات الحكومة حتى الإيجابية منه السؤال اللي يمكن بسأله السيدة خالد أبو بكر المحامي الشاطر والإعلامي الشاطر وواحد يعني من الناس اللي أسميها بتذكر كثيرا خلال الفترة اللي فاتت إيه سبب هذه الأزمة يا سيدة خالد؟ ليه المواطن لم يعد يثق في الحكومة؟ هل المشكلة في المواطن في 107 مليون مواطن مصري عايشين في أم الدنيا؟ ولا الأزمة في النظام والحكومة وسياساته على مدار العشر السنين اللي فاتوا ليه وصلنا دلوقتي إن المواطن ما عادش بيسدق الحكومة بمليم؟ للحكومة تقول عليه فوق المواطن يقولك دول كدبين وأكيد الموضوع تحت الحكومة لو قالت يمين المواطن يقولك أكيد في فخ أو في مشكلة قدام يبقى احنا هنمشي شمال ليه؟ إن المواطن خلال الفترة اللي فاتت مع هذا النظام لم يرى يوم أبيض جبلي كده وعد وعدته الحكومة للمواطن قرار خديته هذه الحكومة وصب في مصلحة المواطن بشكل حقيقي شوف كده من أول مجوم قبل عشر سنين وقالك هنغني المواطن والمواطن هينعم بأثار الحرية واثار التقدم والمواطن هيحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي شوف المواطن كان فين قبل عشر سنين والمواطن النهاردة وصل لفين؟ شوف كده وعدهم بالإصلاح الاقتصادي خلت الجنيه بعد مكان أو الدولار بعد مكان بتمانية وصل تمانين والنهاردة رجع لخمسين وعدهم بتوفير المواد الخام والاكتفاء الزاتي وتوفير السلع والخدمات للمواطن دلوقتي بيرفعوا الدعم عن المواطن عيني عينك بسبب الديون المتلتلة وبسبب القروض اللي خدوها من صندوق النقد الدولي وإملاءات الديانة وإملاءات المانحين الجدد للمواطن ما بيصقش في الحكومة لأن السياسات اللي بتتبعها الحكومة غالبا بتكون ضد المواطن سياسة اقتصادية الهدف منها زيادة الأغنياء غنى وزيادة مشاريع الدولة الترفيهية بقى والمشاريع مش عارف السيادية للدولة كل ده على حساب لقمة عيش المواطن والحالة الاقتصادية للمواطن والقوة الشرائية للمواطن سياسات الدولة الاجتماعية سياسات الدولة التعليمية اللي بوازت التعليم سياسة الصحية اللي بتتبعها الدولة اللي خلت مستشفيات الحكومة الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود والعلاج للأغنياء فقط سياسات الدولة في البناء التحتية اللي بتقوم على المشروعات اللي شكلها حلو دون النظر لأهمية وفايدة هذا المشروع سياسات الدولة في الإنفاق في الاقتراض سياسات الدولة في ملف حقوق الإنسان في ملف التعبير عن الرأي في الملف الإعلامي اللي حضرتك بتمثله يا أستاذ خالد وأنت محامي دارس قانون ودارس حقوق إنسان ودارس حريات كلمنا كده عن الشركة المتحدة اللي انت عضو مجلس إدارتها كيف تمارس التضليل الإعلامي على المواطن المصري ده بقى مربط الفرص المواطن فعلا لم يعد يثق في الحكومة خليني أقول لحضرتك كلمة أكتر صراحة المواطن لم يعد يثق في هذا النظام نظام ده هو اللي فرط في تيرانو صنافير هو اللي فرط في سد النهضة أو فرط في مية النيل هو اللي فرط في المكانة الاستراتيجية والمكانة الإقليمية لبلدنا في منطقة الشرق الأوسط ومحيطها العربي والأفريقي هو اللي فرط في الشركات الحكومية وأصول الدولة هو اللي باع أراضي هذه الدولة هو اللي فرط في المكانة بتاعة المواطن وهو اللي أفقر المواطن فطبيعي انا كمواطن ما صدقش النظام طبيعي انا كمواطن بيكذبوا علي بقالهم عشر سنين كاملة عشر سنين كاملة كذب بما تعنيه الكلمة من معاني فاكر موضوع جهاز الكفتة ومنه لعلاج فيروس كورونا روح على طول على تحقيق الاكتفاء الزاتي من الغاز شوية ونجحنا ان احنا النفوذ على اسرائيل في موضوع الغاز لا اصبروا علينا احنا هنصدر الكهرباء الاوروبا شوية الكهرباء اطعت هحللكم المشكلة خلال اسبوعين سنة كاملة من غير كهرباء كنا بنقول نحنا كسبنا وجبنا فيها جول فطبيعي ان المواطن لم يعد يثق في الحكومة المواطن لا يثق في تصريحات رأس النظام رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء اللي موجودين في البلد المواطن لما بيسمع اي كلمة من اي مسؤول بيتحسس جيبه ليه لما تقولي النهاردة ان الاصلاحات او رفع الدعم بيصب في مصلحة المواطن انت حاجة من اتنين يا بتستعبطني يا شايفني اهبل قدامك انهو دعم اللي ترفعه عن المواطن هيصب في مصلحة المواطن وانت بتدوس على الطبق الفقيرة وبتفعصها لجلسواد عينين الست كريستينا جرجيفا رئيسي في صندوق النقد الدولي لما تقولي ان مشروع حياة كريمة اللي انتو عملتو ده رفع الخدمات في عموم الجمهورية بنسبة 98% مواطن شايف قدام بيته والصرف الصحي مغرق الدنيا والمية مقطوعة والكهربا مش موجودة والطريق متاكل والاسفلت والكبري والغاز الطبيعي مش موجودين لما تيجي تقولي انك عملت مشروع التأمين الصحي الشامل غطيت سبع محافظات وبتقدم خدمة طبية مجانية للمواطن افضل من الخدمة الخاصة مواطن يخش المستشفى لا فيه دكتور لا فيه علاج لا فيه ممرض لا فيه صيدلية ولا فيه جهاز لما تيجي تقولي ان المواطن بينعم بهامش حرية وامن وامان وانا بخاف على بنتي او مراتي تنزل في الشارع بعد المغرب لا تتخطف لا تغتصب لا تتعرض لا اهانة لا تتشتم لا تتعرض لتحرش لما انا خايف اقول رأيي في مرتبي على مواقع التواصل الاجتماعي بتقبض علي بكرة لما انا خايف انزل لابس كفية اقول ان انا بدعم اهلي في قطاع غزة وفلسطين فتقبض علي بحجة تكدير الرأي العام واثارة مش عارف ايه وتيجي تقولي فيه ازمة ثقة اه في ازمة ثقة لكن سبب هذه الازمة هو وجود هذا النظام كذبات هذا النظام خلف الوعود او الوعود اللي توعتها المواطن بقاله عشر سنين وفي الاخر اكتشف انه مجرد كلام ابن عم حديث ملوش اي قيمة ولا ليه اي لازمة شوف احنا كنا فين يا سيد خالد وبعين النهاردة فين شوف حال المواطن ووضعه الاقتصادي كان فين والنهاردة بقى فين وانت تعرف لماذا لا يسق المواطن المصري في هذه الحكومة اللي بتحكم البلد قرابة العقد من الزمن ترجمة نانسي قنقر